بسم الله الرحمن الرحيم الليلة سنتحدث في المحاضرة عن الموتورس الموتورس سنتحدث عن سري طايبس منها ستيبر موتور ديسي موتور والسيرفو موتور باعتبار أن هذه الأشياء ستجدكم في أمريكيشن اللي قدام كثير من المنظمة الموتورس دي اللي بيقول عليها الفاينل بيقول عليها فالعملية بتاعت كنترولين كنترولين عموما في أي بروسس لو انت دار تعمل كنترولين على أي بروسس يحصل بعد ما يحصل يحصل عن طريق الحاجة اللي اسم المايكرو كنترول حول كنترول طيب بعد ما يحصل الكنترول بتعمل شنو؟ بتعمل سيندين للكوماند انه بترسيلها للاكشويترس فالاكشويترس دي احتمال يكون موتورس واحتمال هاي اكشن بيكون في الفاينل تبسموه اكشويترس طيب هنتكلم عن النوع الاول اللي هو الستيبر موتور ولا يسموه الستيبر موتور الستيبر موتور ده عنده كم اسيم؟ ممكن تسموه الستيب موتور ممكن تلقائك كده ممكن تسموه هو اسمه كده يا استيبر يا استيب لاحظ من الكلام ده كلمة استيب نازم انتبه الكلمة استيب دي كويس اوكي؟ اه اول استيبنين مراسل طيب تلقاه استيبنين في بعض الريفرنس التلقاء مكتوبة كده استيبنين موتور كويس؟ فالموتورس طيب طيب تعريفوه شنو؟ طبعا تعريفوه ده ما موجود سين يا شباب يعني هنا بتكلم طوال على وطريقة استخدامه كيف؟ بعتباروه هنا احدوكم له او احدوكم له في لانه عنده كورس براه الموتورس دي فهنا لازم تاخد فيدباك عنها فهو عبارة عن استيبنين موتور ده هو بروشلس دي سي دي سي دي اختصار لدائرة كرن ماش كده؟ الكتريك موتور دي سي بعمل شنو بعمل شنو يوقف أنا شرح لكم اليها دي سي بعمل شنو يعني؟ بعمل ديفايدد لفولروتاشن ما اسمع الموتور ده لو انتكون موتور زي موتور للمائده مثلا؟ أول ما اشتغل بعمل شنو؟ الروتيشن كده صح? ده لاحظ الايسين لما يقول لك ستيبر او ستيب بعمل شنو بعمل ديفايد للكلام ده اللي هو شنو? الروتيشن بعمل مساح فبيعمل شنو? يعني بعمل ديفايد ليشنو? للفول روتاشن طيب يعني بعملها شنو? بيقسمها لي بعمل ديفايد للفول روتاشن into a number of equal step يعني انت تعاين الله كده هو بعمل التكسيم للفول روتاشن دي لنمبرس للمجموع الروتيشن ده يعني ازا 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 انت مسلا قسمتها لي كده اتقسمت الى كده جد عملت لها جمحتها كلها بتديك الفول روتاشن ازا كان الفول روتاشن مسلا مسلا يعني ten انت قمت قسمتها لي two 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 حيكونوا كم ديل? اللي equal بتاعهم كم? حيكون five يعني انت عملت five step طيب ليه الكلام ده? هل الكلام ده بينفع لأي موتور? لا. عشان كده صنعوا موتور معين بمواصفات معينة يعمل لك العملية بتحت ال step motor. دي ممكن تعملها مسلا الموتورات العادية لكن بعد زمن بيحصل لها شنو? damage. عشان كده ده نوع special power. كل زول حسب بتاعهم. طيب ده بيستخدم فين? شفتوا اي حاجة عايزين فيها accurate. او ااا accurate position معينة. انت مسلا ده حركة معينة يجيف فيه هو. ويجيف. بتستخدم حاجة اسمها ال step motor. ويس? بدون ما يحصل overheating للقويلس بتاعته. الحاجات ممكن تعمل لك موتورات العادية لكن بيحصل لها overheating. اوكي? لانه بيحتاج لكل عادي. فالنوع ده لأ. النوع ده مخصص لحركة ده. عشان كده بيستخدم دائما في الحاجات ال sensitive شديد في الصناعة. زي الشغل بتاع searing بتاع البحصل في الادوية. في المصانب تحت ال medicine. كل الموتورات الشغالة فيها هي من نوع الاستباق. هو الاستباق الموتورس. لانه انت بيشيل نوع معين من الدوة بكمية معينة. يمشي لك لبزوشة معين. يخط الجر اي طريقة معينة. الحاجة الدائرة بيضقة دي بتشتغلها لك الاستباق. طيب. فانت كيف هتعمل الاستباق ده? الاستباق ده قال لك ده نوع من الموتورس لو دارت عمل العملية دي ما بتحتاج لي سنسر. ما انت لو فكرت في ابليكيشن زي ده. معنات انا عايز سنسر مسلا. مسلا اقول لك او حاجة معينة. اقول لي يا اخي لما انتجي درجة الحرارة كده او ايه. اه النقطة الفلانية اعمل ليه كده. فالسيستيم زي ما اقلت لكم بتاع البروسيس لو قدرت عمل له control محتاج لي sensor محتاج لي control بعدك محتاج لي final element. النوع ده لا. النوع ده ممكن عن طريق البرمجة. وعن طريق الكويلس الموصلة فيه واللي هي دي شايفينها دي? ممكن تتحكم في العملية دي. كيف? حاجة اوريكم الليل. نجي نشوف الانواع بتاعته. طيب قبل ما اخش في الانواع انا اشرح لكم الكلام اللي قلت لكم ده. عشان الكلام دي يكون واضحين على بس لما انت تنتبه على الشرح ده ايه تحتفهم المحاضرة دي اللي بتكلم فيه شنو? لما نجي نعين للموتورز ده في حاجة اه لا لا نتكلم عنها تكون اخدتوها صح? اللي هي والحياتة زي دي. والكويلس مسلا اللي عندك كده كويل. قليك دار تعمل منه مغناطيس بيتعمل فيه شنو? لو دار تحول الكويل ده تحول للمجنتيك. تعمل شنو? يتمرر فيه كرن صح? لما الكرن يموت في كويلس مش في وايرس. ما في فارق بين انه كرن يمر في وايرس. والوايرس دي لو انت عملتها كده بالشكل ده. دي اسمه كويل. فده لو مرة فيه كرن بيكون عادي ما فيه حاجة. لكن لما يمر كرن في الشكل زي ده. ده بتحول ليشنو? لماغنيتك. نظري دي ادوكم لا كتير وقاريناه في الساني وقاريناه في في البيازيكس كده. طيب. الموتورز ده نفس الحكاية جوه. عنده بولز زي دي. قوله اربعة مسلا اربعة. اوكي. ده اي. ده بي. قويس. ده البنو ناصر بكويل. ده قويل. اللي هو الشكل ده شابا. ده. القويل زي. ده مسلا ايه? ده ايه نط نسميه. يعني شنو? يعني ده الطرف ده ايه? هنكبر الكلام ده عشان يكون واضح الشرح. ده الموتور من جوه. انا بشرح لك الموتور من جوه. ازا ده ايه? ده ايه نط. فهمتو? يعني ده ده بداية القويلز. ده الانت بتاعت القويل. اللي هي ايه? بي. طيب ده شنو? ده ازا بي. ده بي نط. اوكي? طيب في حاجة هنا في الموتورز اللي هي اسمها القولز دي. ده اللي هي ايه؟ ده موزة كده. ده هسا بنينة. ده حسن ميها وان? ده ثاني 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 ثاني. إذا مر فيها كارنت تتحول إلى ماجناتك وهذا عيون يقوم بعمل الروتاشن بالفنان الجزء فالجزء الجوه ده إذا لفه يعني من هنا إلى هنا كده بعمل الروتاشن بالفنان فده لما نتحول إلى ماجناتك وده عيون عيون مع عيون بيحصل شنو؟ مذكرين نظرية تحت الماجناتس الماجناتك طيب بيحصل شنو؟ ده لما نتحول إلى ماجناتك طوال الأيدي بتجيه هنا اكتبهوا الكلام ده كويس يا شباب طيب إذا أنا عايز أتحرك من ون ده لأتحرك من ون ده لأمشي تو بيحصل شنو؟ قال لك إذا عايز تتحرك الطرف بتاع ايه ده من من ون إلى تو بيحصل تير اوف للكارنت اللي هنا بيحصل تير اون لي تو دي فده ما بيبقى ما بيحصل فيه ما بي اي ماجناتك هنا بيروح ده بيبقى ماجناتك طوال الأيون ده بيمشي وين؟ طوال ايه دي هتجي لي وين؟ لي بي طيب عايز من بي أتحرك لي سي لي سي هنا ده لأتحرك من هنا لهنا بيحصل شنو؟ بيحصل تير اوف للكلن هنا وعمل تير اون لي سي طوال ايه من البردول الأول ستجي من هنا من هنا لما نحصل تير اون ضائط فيه طوال من هنا ستجي هنا وهكذا ويمش كده ويمستمير على كده فهمتو؟ يعني انا بس جس باعمل تير اون للكند بخلي كلن هنا لا انا عايزي ينزل لنظر بالатоير طوال بيأتي لي بي من بي لي سي من سي لي دي وياك تمام؟ طيب يا شباب قال لك لاحظ الوقت من A إلى B وهذه 90 ديجري صح؟ لذلك الوقت من B تمشي 9 ديجري دي بيك الوقت قلت لك أنا يا خنة ما دائر الوقت زيدي أنا أريد 45 ديجري اللي هي دي دي يعني زي هاف روتيشن من هنا لهنا من A إلى B يعني أنا عايز أمشي هنا يعني عايز أخلي A ال A دي بدل ما تمشي من هنا إلى B طوالي عايز ألا تمشي هنا بس وبعدها تمشي هنا أعمل شنو؟ كلام دي فيه تيبل وأنا جايل لك طيب نشوف الطائب بتاعت أو أو بتصنف على حسب النبر بتاعت القاعدة فيه وين يعني ينتج لك شنو ديل أنا عن طريقة بقدر أحدد الطائب بتاع الاستيبر شنو طيب لو لاحظت هنا هنا دي معنات فيها كم سيلك الموتور ده ده بالشكل ده يعني إنتج عليك هنا في A وان تو سري في بي وان تو سري يعني فيها كم سيلك؟ سيكس طيب ده الكم وايرس طالع من الموتور ده وان تو ثري فور الفور وايرس في واحد فيها بيمثل الفيرست آآ اللي هو القويل الويرس بتاعت القويل الاول و الاند بتاعت القويل حسنا؟ الستارت و الاند بتاعت القويل والثاني بيمثل السيكن اللي هي الستارت بتاعته والاند بتاعته طيب كيف انا بقدر اعرفها شوف قال لك اي موتور اشتريته اللي جيت طالع منه فور وايرز بسموه باي بولور استيبر موتور واي وايرز من فايف وايرز ويتماشي لحد ايت وايرز دي كلها اسمه يوني بولور يوني بولور استيبر موتور يعني عندك انت الطائف ساعة الموتور هي كم هي تو باي بولور و يوني بولور واي موتور اكتر من اربع وايرز بنسميه يوني بولور فايف سيكس ايت واتفر بنسميه طوال يوني بولور تك كير في الكلام لا شباب طيب نعين لبيبولور اللي هي الفول وايرز لاحظ ده شوف التوزيح كيف هنا اقليك اذا ده الكويل بتاع اي ده اي نط داش ده اذا بي داش ده بي بلس يعني بلس داش وتفر يعني المسميات بس تقدر تفرس انه ده ده كويلس واحد الستارت بتاعته والاندي بتاعته ده الستارت ده الاندي طيب كيف انا عارف الستارت بتاعت الموتور بتاعت الكويلس والاندي بتاعته بطريقتين ده حانيا نشوف بعد ما نشرح الفول وايرز شوف اليوني بولور قليك في الفاير اه فايف وايرز سيكس واير والايت وايرز اوكي لاحظ لي السيكس ليت فايف ليت ايت ليت الكلورس دي اه يا شباب دي ستاندر في تابول انا اجاب اليكم من الستاندر او داتشيد ستاندر جاي هنا قاعد حواليكم لكم اغلى النوع يا اخوانا من الستابر موتور هو الاتليد very expensive ما زي الفايف ولا زي السيكس ليه قليك الفايف ليت بعده بيجي طوالي السيكس ليت بعد داك بيجي الفايف ليت يا اخوانا اليوني بولور ممكن انت تحول لباي بولور تبهو الكلام كيف يا مستير نحول اليوني بولور لباي بولور بسيطة كده عين لما نجي نمسك اللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال التسيق احس сложно غاز طرق معنى واسم داخلا عايز المديد عالي ويديد نحن يعدين داخل السنة الأخرى Coc besar Pard Peròedoo لضع القرار وعندما نصف بلربنا وهذه لاحظ الconnexion بتاع الcoils ده فور ده باي بولور صح عين لسيكس ليد مكون من كم سيكس وير واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة سيكس وير طيب هل السيكس وير ممكن احوله لفور ليد قال لك ايوه انك توصل ا وبي بدون ما توصل دي هل السيكس ليد ممكن تشتغل فور ليد قلت لك ممكن هتقوم تمسك ازا ده اي بي سي هقول لك شيل اي و سي من هنا طيب هنا عندي دي اي اف هقول لك شيل من هنا شنو تشيل دي و هتشيل اف ما تريد تقول ليه هشيل دي و اي بعدين او هشيل اي و اف لا سيما الوايرس هشيلتها من هنا بيشيل من هنا طيب ده بيمثل هنا شنو قلت لك ده عبارة زي سنترتاب يا اخوانا كيف اذا ده مثلا مثلا الاودود بتاعه مثلا اه فور فور فالبي دي لما تكون جاعدة موصلة انت الجزول من اي لي بي ده عبارة عن اتنين من بي لي سي عبارة عن تو حصل ديفايد ليشنو الكرنت اوكي طيب اذا ما وصلت معناتي تحت تشتغل بشنو بالفول لود بتاع الكويل اللي هو كم اربعة طيب كيف اجيبت الاربعة دي انك جاست تشيل اي مع سي وهنا هتوصل دي مع اف عشان كده لو مسكت انت شيلت واحد من دي لي اي هتعمل من سكشن لي سكشن اللي هي مثلا لو انت ده تتحرك من اي لي بي بتكون بسرعة معين لما انتجي لي بي لي سي حصل هنا بروبلم في الارمس وهي الاف اوكي طيب فيهمنا يا شباب طيب لو قلت لك السكس اه ممكن تشتغل حايا ممكن تشتغل فايف ليد السكس ليد دي من الناس كيف يا مسير حتشتغل السكس ليد انه هاعمل هاقلي اي وبي زي ما هي هاقوم اجيب وايرس او جمبر هاعمل كونيكشن بين ال اه دقيقة نمشي بالترتيب يا شباب في الحروف ا وبي و سي بين دي اي اف هاقولك تعمل جمبر من بي ل اي وحشين منها وارس براح طيب كيف نجي نفهم الكلام ده حصل شنو ان نرسوا مكوز يعني بقى الشكل كده ده وايرس انين تلاتة اربعة من هنا حامل كونيكشن ما عادي حيضا جي طالة منا وايرس نحسك. one two three four five. كده six lead يتحولت ل five lead. يعني الموتور الفيك فيه six wire. ممكن يشتغل كمنوع يشتغل باي بولر ويشتغل يوني بولر. وفي اليوني بولر بيشتغل five lead بيشتغل six lead. فهمتو? ده six lead. بس. لكن تعالوا نشوف الفور. نشوف eight lead. شو بيشتغل كمبليكيشن? عشان تكونوا فهمتو ده. اول حاجة. ممكن تشتغل six lead. صح? كيف? ده واحد. اصلا. ده اتنين. تلاتة. اوكي. هنا اه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. ده اصلا الاستبر ده فيه ات اه وايرس. قلت لك اخنا عايز six wires. طوالي. هتقوم تعمل شنو? هتعمل الكونيكشن ده. اللي هو هتعمل كونيكت بين ده وده. شوف انا مثلا عملت الكونيكشن هنا بس. وعملت الكونيكشن هنا. اتحول ال eight lead لي كمبليكيشن. بس هنا هشيله واحد اتنين ثلاثة اربعة. اتحول لي four lead. ده six lead. حاجون من الكونيكشن الجنبرة اللي عملت ده. حجزت حشي الوايرس من هنا وحشي الوايرس من هنا. بقى six. هل ممكن يبقى five? ممكن. هل ممكن يبقى six? ممكن. مهم? عرفتوا ال eight lead ليه? هي دائما بتكون. سير expensive. يعني ممكن تشتغلك. والكونيكشن ده بيعتمد على درايفر. في حاجة يسمى درايفر. انت دائما الموتورس. ما بتوصل ال control direct. في النص في حاجة يسمى درايفر. ليه يسمى درايفر? يا اخوانا. اي موتور. موتور عشان يحصل له روتاشن بحتاج لي current. الكرن مهم. ما بولت بيحتاج لي current. الكرن هو اللي بيعمل لك العملية بتاعت ال rotation. هو اللي بيحول ل. ليشنو? لمجنيتك. ما الفولت. take care. طيب. المايكرو كنترولة عشان هي تتحكم لك في الموتور ده. لازم ترسل الكرن. الكرن ده اللي بيطلع من المايكرو كنترول. very simple. عشان كده بنعمل حاجة يسمى درايفر في النص. الدرايفر ده بيعمل step up الكندا الطالق. المسلا المايكرو كنترولة طلعت لنا فور ملي امب. فالدرايفر ممكن تحول الليلين لتو امب. ملي امب. تحول للك لتو امب. تو امبير. تخيل. فور ملي امب تتحول لتو امبير. ده عن طريقة درايفر. لانه الموتورس دي بتحتاج لامبيرس كتيرة وعالية. الدرايفر ده بيجي منه انواع. بيقول لك انه مسلا جاك درايفر. دي الماشي للموتورس. الصيد ده ماشي للموتور. والصيد ده بيمشي لشنو? للمايكرو. الكلام ده كله في البروتوس يا شباب مرة ما طبقت لكم. ده كله هرسله لكم. اوكي? طيب اه بالنسبة ل ايه? الدرايفر فيه السكشن ماشي للمايكرو والسكشن التاني ماشي لشنو? للموتورس. طيب اذا انه اليوزر قام اشتر المايكرو واشتر الدرايفر ده والدرايفر الاود بتاعه فور وايرس. وقام جاب لك موتور فايف ليدس. حتي تقول ليه ما بتوصل? حتى مشي تقول ليه بليه درايفر فيه فايف ليدس. طيب ما فيه في سوك. هتصرف كيف? هتبوز الشغل? لا. هتجوم ترجع للتيبل لا. حفظ الكلام ده الصم. فهمتو? يعني انا ممكن اديك مشكلة. اديك درايفر فيه فور ليت. واديك موتور فيه اتليتس. قلت لك وصل ليه لعمل ايه دي? قلت تقول ليه ما بتتوصل? لا بتتوصل. هتجوم تعمل ليه الكونيكشن دي? على حسب. هتعمل الكونيكشن دي على حسب الابليكيشن. وحسب الدرايفر. طيب. بتبقى بعد داكة بعد داكة حتو هتمشوا لجدام كيف تكتب الكود. انتو هنا ما عليكم الكلام ده. هنا هنشتغل الكونترولينج والدرايفر ده هنديه سيجنط زيرو ياول. الزيرو والوان دي بعدينك لما تمشوا لجدام هتكتبها بشكل كود. تمام? طيب. نحن كيف? انا ورسا عشان فطيت الكلام ده. نعرف الستارت والاند بتاعته. قال لك بطريق ثانية يا شباب. يا اما عن طريق الكلور. استاندر. يا اما عن طريق الريزيستر. وانا ما بقول لكم احفظوا الكلام ده يا شباب. اوكي? انت مفروض تشتغل دايما بتاعت الشيت. حتى لو حفزت الكلام ده. لكن الكلور دي استاندر. ما بدعت تتغير. ما في مصنع نهاية حتى لو كان صيني ضارب. بيشتغل بالستاندر ده. فالكلورز دي من وين? من اللون مستعطى الوائر دي شايفين الشكل ده? قال لك هنا يلو. ده بلاك. ده آآ براون. وعندك ريت. وعندك آآ تاني في جنوب آآ تاني. دي الفايف واللي فور. المهم هو تفر. بتحديد ده كيف? بالريزيستر بتيجي تجري عادي. بيتخد في القوم يا اخوانا. بس? القايل اداك جراية بتاعت قوم. معنات ده شنو? ده قايل. لما اداك جراية معنات الكابل ده ما عنده علاقة مع الكابل ده. في متى? يعني مسلا اللي جيت هنا زيرو. اداك زيرو في الجراية. ما اداك اي حاية. معنات الكويلز اللي انت مساكتهم مع بعض ما في اي حالة بينه. لكن اول ما مسلا اداك 2.1 ما عارف كده. معنات ده الكويلز بتاعك. اوكي? طيب قال لك يا اخي فيه طريقة تانية اسهل. ما انت دار تحدد الستارت ولا انت صعب انك تحدد بالريزيستر. والريزيستر بتجري بالاتجاهين بالمناسبة. عشان كده قال لك افضل انك تشتغل بالكالرس. في متى? عشان تقدر تعرف الستارت. والاندي بتحت الكويلز. كيف تجد عاين هنا? جالك اسا اذا انت اشتريت موتور فور ليت مسلا. فيه وفيه 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 جالك ده بيمسي للاي. ولو ده بيمسي للاي نط. يعني ده بتحت الكويلز ودي الاندي بتحت الكويلز. في متى? والجرين دي الستارت ودي الاند. يلسوا تجري كيف التابل ده? بعدها كنتو سيكس ليت والاتليت تجروها كده. في متى تجرو كيف? يعني لو مسلا جاك موتور تاني نوع يعني ده موتور اول ده ثاني ده تالت. ده التلاتة انواع. قال لك التلاتة انواع فيه نوع التاني قال لك جاي براون جاي اورنج وريد يولو. اليولو بيمسي الاند بتاعت السكن كويل. والريد بتمسي الستارت بتاعت السكن كويل. عرفنا يا جارة تابل ده كيف? عشان كده لما تجد تشتغل ده حيتمشي بيه ومدى حياتك يا شباب. لحد ما تتخرج ودار تشتغل في مصنع. الكلام ده انا جايب لك من ستاندرشيد. ده ستاندر. فيمتو? طيب. ده درايفر اللي قلت لكم يا شباب. طبعا على الحسب. الوايرز هو بينه وبين الموتور. انت بتقدر تعرف انه درايفر ده بتاع سكس ليت. ايت فايف ليت. ولا فور ليت. تمام? اي درايفر انت اجيبته الموتور اللي كانت فيه او عدد من الوايرز انت بتقدر توظيفه على حسب الدرايفر. ما بتجي تقول ليه ما بتشتغل. طيب بالنسبة ده حاجيكم لجدام الكلام ده. نحن نشوف التابل ده عشان نقدر نفهم التابل ده. ده البرمجة يا شباب. بعدين لما تبشوا لجدام. انت لما تجي تكتب الكود محتاج لجدول ده. حسنا حاليا ان احنا حنشتغل بالزير والوين. لان انتم معا لكم البرمجة حسنا. راجاكم في تالتة اه في رابعة تقريب بداية رابعة. اوكي. ده الدرايفر. هنا الدرايفر ده تحفظه يا شباب. عديل كده. درايفر ده تحفظه اسمه ال تو هندرد ال سبين. وانا حقيقة واشريك تشتغل فيه كيف? دي التابل بتحت. ده ما عنده علاقة مع ده. فيم توني? ده ما عنده علاقة بدا. طيب. يعني التابل ده لما تجي انا اشرحه لك مش معناته تجي تعمل لي هنا. مش تجي تعمل لي هنا. لا. ده تعرفه بعدينك عشان انت لما نجي نشتغل شغل البرمجة ما تجي اعيد لك الكنان بتاع البرمجة حتى افهمه كيف. طيب. التابل ده جا كيف? ده كم بولس فور. طيب يا اخباب. عشان نفهم جدول ده جا كيف حتقوم افهم لي الحتة دي بس. طيب يا اخوان ده موتور. اه. انا حشتغلقكم بجدول فيري سيمبول. اوكي? عشان تفهموا الجدول الكبير ده. ده تفهموه براكم. اذا فهمت بكلامي ده. هتفهم ده براكم. طيب. قلت لك هنا في ايه? هنا في بي. ده سي ده ده بزيشان يا شباب. وين البزيشان ده? قلت لك انه انا عندي هنا. دي البراشلس. اللي بتحرك بتعمل لما تتحرك بتحول الارمس اللي قلت عليك زمان في في ذات المحاضرة. طيب البراشلس دي جاعدة في بوزيشان ايه. وهنا عندي بوزيشان بي. وعندي بوزيشان سي. ودي. اوكي? ده الجزء بتحول لماجنتيك. ده الجزء بتحول لماجنتيك. هنا ماجنتيك. طيب يا شباب. الان البوزيشان قاعد وين? في ايه مسلا. طيب قاعد في ايه? معنات ايه دي فيها شنو فيها كرينت? معنات ايه تحولت لماجنتيك. وده ايون. ده طوالي ووقفت هنا. ليه? ده لانه ده في يتحول لماجنتيك. ازا هنا حيكون شنو? معنات انا عملت استارت. يعني ديت لوجيك هنا صح? اللوجيك ده مرر لي كرينت دي جزء ده. البولس دي. البولس دي ده حيكون معلول بي ما لاح تكون شنو? زيرو. دل زيرو. دل زيرو. طيب يا شاب. انا قلت لك يا اخي حول لي دي من ايه تو بي طوالي. اعمل شنو? اعمل تير اف طوالي لي ايه. واعمل تير اون لي بي. وخلي ديل زيرو زيرو. طوالي حيكون الشكل كيف هنا. بيجا كده. ده. ده بزوشان وان. ده تو. ده سري. ده فور. يا لسري. معنات الشكل بيجا ده وان. تو حيكون عامل كيف. هتكون بيجا الشكل كده. ده ايه? بي سي دي. ده ايه? بي سي دي. معنات بجاة عاملة كده. طيب. حول من البي الى السي. اعمل شنو? حتعمل اللوجيك. زيرو. زيرو. اون لي سي. ده حيكون زيرو. بيجا كيف? هزان ده بوزوشان تو. داير سري. اوكي. دي. سي. دي. وحنا تجيات هنا. طيب. دي معنات حتعمل شنو? زيرو. 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 وان. حتكون عاملة كيف? جات هنا. ايه? بي سي. عندي. فيمتوش انا حشرح واحد. بس ما حشرح لكم البالي. عشان تفهموا براكم. كيف? انه. ايه? بي سي دي. فلاحظ الاول حاجة. انت حتعمل تير اون. قلنا دايرين ايه? البوزوشان الاول قاعد هنا الار. يعني حتكون شنو ايه? وبي وسي ودي. يعني حتكون اصلا في الاول وان زيرو زيرو زيرو. طيب. البوزوشان الثاني انا داير فورو فايف ديجري. معناتها حاخلي اي اون. وبي حامليها اون. فالبروشلس حيمشي وين? ما حيقدر يمشي هنا. فهمتو? مذكرة النظرية دي. فده البروشلس حتكون واقفة هنا. لا داير تمشي لي اي ولا قادر تمشي لي بي. ليه? لانه اي اون وبي اون وديه الزيرو زيرو. فالبروشلس بتكون واقفة في النصب هنا اتو. اوكي? طيب. بعدها ممكن نحصل شنو? انا عايزة تمشي لي بي بعد ما وقفت هنا. وقفت في الصايد دا. بعد داك دا هي اللي تمشي لي لي بي. حاجو ما عمل شنو? حامل تيل اف لي ايه? وحخلي بي اون. والسي حخليها شنو? اوف. والسي ودي اوف. وهكز. تمام يا شباب? كده تفهمت جيبل دا. طيب. انا استفطت في الاستيبر موتور لانه مهم شديد. الدي سي موتور والسيرفو موتور يا شباب اللي قاعد في الاستيبر دا ما عليكم به الان. دا ليتر اون هتاخدوه. اوكي? حس عليك في الاستيبر موتور. الدي سي موتور والسيرفو موتور ما تجرون. دا الماء مغررات عليكم الان. اوكي? وصيمبل مش هروحهم بزغطوا بسيطة. لكن احنا اعمل مشكلة كلها في الاستيبر موتور. طيب قليك الدرايفر دا عشان يجي يشتغل. شوف الطريقة بتاعته. انا عندي الانيابل. والريسيت. اللي هي دي. والهاف والفول والسي و سي سي دوليو والكولوك. عشان نفهم الكنيكشن دي. انا حديك حاجة معينة. اول حاجة الدرايفر دا عشان اعمل اكشن. عشان اشغل الموتور. لازم تكون اللوجيك بتاعها بوين. دا الانيابل. يعني خلي. يعني انا بقول شنوء للمايكرو دي. اعمل دا. خليك اكشن. خليك اكتيفاتي. ما انت درايفر دا اما يكون اكتيفاتي. يا دي اكتيفاتي. ابقى دي اكتيفاتي. يعني مهما تديه سيجنال ما بيديك اوتبوت. مهما دي اكتيفاتي. ليه دي اكتيفاتي? لانه الانيابل هنا بزيرو. بتكون درايفر دي اكتيفاتي. مهما تديها ما هتشتغلك. عشان كده ماكشور انه دايما يكون بزيرو. عشان تعملك اكشن. الريسات دي وظيفته انه الموتور دا مسلا بيكون واقف في بوزرشة معين. مسلا واقف في في دي. انت عايز من دي تجيبه ايه في الفيرست بوزيشن. لازم تعمل شنو? لازم تعملي. تعملي بشنو? بيون. طيب انت اول ما شغلت لجيت واجف في ايه? واجف في ايه? هل محتاجة تعمل? لا. طوال خليه زيارو. في انت? عايز اول ما شغلت لجيت موتورك واجف في دي. طوال حتعملي اللي ستعمل شنو? تخلي ده بواحد. لأ واقف البوزيشن بتاعه وخلي بزيرو. طيب الزيرو التاني دي مهمة. اللي هي رغم ناينتين دي. دي اسمها هاف وفول. اللي هي دي اعطوا جدول يا شباب. الجدول بتاع ناينتين ديجري. والفوري فايف ديجري. اذا انت عايز هاف موفمينت اللي هي من اي بعدك اي بي بعدك بي دي هاف دي هاف اللي هي فوري فايف ديجري. محتاج تعمل شنو? يا دي بيزيرو. دي بيون. فمفروض تكون حافظ لي. الون بتاديك ياتا. بتاديك الفوري فايف ديجري. ولا بتاديك الناينت ديجري. الكلام ده تجربوا انتو. طيب. سفنتين دي مهمة. اللي هي اسمها سي دابليو و سي سي دابليو. يعني الموتور ده عنده حركتين بيشتغل في حاجة اسمها كلوك وايس. يمشي كده. ممكن تمشيء انت كلوك وايس. مشكلتها كده في الحفظ البنتين بتاديه. اللي هي ناينتين و سفنتين. تكار فيها كويس. تكون حافظهم صم بزاعة الاتنين دي. ففي واحدة ممكن تمشي لك كلوك وايس. وفي واحدة فين بتخليك تمشي لك الموتور ده انت كلوك وايس. معنا بقول لك يا خاس ما مشيليه الموتور ده هاف آآ هاف ويف. انت كلوك وايس. طوال لما ترسم الدائرة هتقول ليه هنا في زيرو وهنا في وان. فهمتو؟ انت أورادي البنة الأولى بتكون بوان والتاني بتكون بوان. آآ بزيرو. وان زيرو. والبنة الرغم آآ ده القلوك. القلوك ده ازا ما موجود برضو الاوادود ما بيشتغل. وده حتجو في شغل الكميونيكيشن. الكميونيكيشن في نوع بيقول له وفي نوع بيقول له. الاسنكرونس. الاسنكرونس بيديك او بيعمل للداتا بدون ما يكون في قلوك. والسنكرونس ده بيرسل الداتا بقلوك معينة. كل ما يعمل بلس كده او قلوك معينة بترسل داتا. فانت أورادي لازم يكون فيها شنو؟ الدرايفر ده في قلوك. ده الشرح بتاع الدايرة دي. في العمل بتبقى لكم سهلة وواضحة دايرة دي. حفظ. ده آآ ده الشرح بتاع الهناي. بعد ذا بيجاليكم مفهوم. الديسي موتور وسيرفو موتور مغرر في البعض ان شاء الله. آآ الان بس تركزوا لي على الاستيبنج او الاستيبر موتورس. السلام عليكم ورحمة الله.